في سوريا لا تزال أعمل ترميم في موقع قوس النصر ومعبد بل من الأثار الرومانية الشهيرة في مدينة تدمر معطلة بسبب المشكلات الأمنية وبقايا الألغام الأرضية وفاقم الأمر سوء أن تضرر المواقع الأثرية في سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير في ذرة عنف تنظيم داعش الإرهابي بجميع أنحاء سوريا شهد العالم في رعب إقدام الإرهابيين على تفجير قوس ومعبد من الآثار الرومانية الشهيرة في تدمر بعد ثمانية سنوات زال داعش لكن أعمال الترميم في الموقع تعطلت بسبب المشكلات الأمنية وبقايا الألغام الأرضية ونقص التمويل وتواجه المواقع الأثرية الأخرى في جامع أنحاء سوريا مشكلات مماثلة حيث تضررت المواقع الأثرية بسبب الحرب وفي الآونة الأخيرة بسبب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجات والذي ضرب منطقة واسعة من تركيا المجاورة وكذلك سوريا في فبراير الماضي هناك متاحف تعرضت للدمار وتعرضت للسرقة ونذكر منها أولا متحف تدمر بعد دخول تنظيم داعش إلى هذه المدينة قام بتدمير الكثير من القطع الاستثنائية والفنية في متحف تدمر ليغطي على ما سرقه من هذا المتحف المهم الذي لم نستطع نقل كل محتوياته إلى دمشق برغم من أننا نقلنا حوالي 850 أو أكثر من ذلك من القطع الأثرية قبل الحرب كانت تضمر أحد مواقع التراف العالمية الستة للينسكو في سوريا وجوهرة التاج الأثري للبلاد وهي منطقة جذب سياحي تكتذب عشرات الآلاف من الزوار كل عام الحكومة تقدم الكثير لكنها لا تستطيع تمويل كل أعمال الترميم التي نحن بحاجة إليها إذا ما قسنا أنفسنا إلى بعض الدول فهناك الدول العظمى لا تستطيع أن تقوم بكل الأعباء المترتبة عليها لجهة ترميم المواقع الأثرية والإشراف عليها لأنها مكلفة للغاية ونحن في بلد صغير حوصر اقتصاديا دخل في حرب لفترة طويلة ويمتلك آثار أو يعتبر دولي عظمى بما يملك من الآثار في عام 2019 قال خبراء دوليون دعتهم اليونسكو أنه ينبغي إجراء دراسات مفصلة قبل البدء في عمليات الترميم الرئيسية لكن تم تأجيل المهام بسبب المشكلات الأمنية ويقول الخبراء أن المانحين الدوليين يتخوفون من انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا والتي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما وتستثني العقوبات الأمريكية الأنشطة المتعلقة بالحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها ولكن لا تزال هناك عقابات مرتبطة بالعقوبات مثل حظر تصدير المواد الأمريكية الصنع إلى سوريا بينما بدأت روسيا في ترميم قوس النصر في تدمر وهو أكبر مشروع يتم تنفيذه حتى الآن في الموقع موسيقى